اشتركوا في القناة لذلك هيا ننطلق في رحلتنا الآن ولأنها تريد أن تجعلهم أكثر دفئا قامت بإشعال شعلة من النيران لهم وقال ليعسوف شكرا لك أيها الشجرة على تدفئتنا وقالت النحلة نحن سعداء بفضلك وقلت لهم وجودكم معي هو سعادتي هيا نكون معا دائما أنا أحبكم صحيح هذه المرة سنرسم شعلة النيران أولا نرسم مستفيلات متجاورة فاكذا ثم نرسم النيران هكذا تبدو مثل بريقات الأزهار ونرسم الأرض ثم نضع بعض النقوش على الأرض هذه المرة باللون الأبيض لا يظهر جيدا ولكن بعد قليل سيكون واضحا جدا وبعد ذلك نرسم القمر والنجوم في السماء إذا كانت النجوم صعبة يمكنكم الرسم بشكل دائري موسيقى موسيقى أولاً نرتم القمر هكذا ثم نلون النيران نلون منا بالأصفر هل رأيتم شكل النيران من قبل؟ هيا نلون مع استحضار ذكريات النيران التي رأيتموها من قبل ترجمة نانسي قنقر يمكن خلط النيران هكذا ستكون جيدة ترجمة نانسي قنقر وبعد ذلك نلون الأخشاب والموجة نرسمها باستخدام لونين معاً هكذا ترجمة نانسي قنقر الأرض والسماء نضع الماء على الفرشاة الأرض يمكنكم التلوين يا أصدقائي باللون الذي تريدونه ترجمة نانسي قنقر هذا لون من خلط اللون الجرالي مع اللون البنفسجي ثم ترجمة نانسي قنقر ولأنها سماء الليل فسنخطط اللون الكحنية مع اللون الأسود وبهذا ينتج اللون الداكن في سماء الليل والآن ظهرت النجوم التي رسمناها باللون الأبيض قبل قليل ترجمة نانسي قنقر من الجيد أن تقوم بخلط العديد من الألوان التي تحبونها ما رأيكم في خلط قليل من اللون البنفسجي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولكن إلى اللقاء في مرات قادمة مع السلامة